موسيقى هذا الفقرة راح نتعرف على قصة نجاح استمرت لثلاثين عام في توثيق القط العسيري من فنان تشكيلي اشتهر بأعمال الفنية في القط العسيري ونقلها للناس والأجيال القادمة بأسلوبه الخاص أكيد الرحب في الأستوديو بالفنان التشكيلي ومقرر لجنة الفنون التشكيلية في جمعية الثقافة بأبهى أستاذ إبراهيم الألمعي أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم الله يحييك الله يعافيكم إن شاء الله نورتنا النور نوركم الله يبارك فيكم إن شاء الله كلمنا بداية عن انطلاقك في فن القط العسيري ومسيرتك الحافلة البداية كانت طبعا من الطفولة عام 1405 نزلت مع الوالد في قرية الرجال عندنا في رجال علماء فدخلت البيت اللي عاش فيه الوالد وجداني كلهم جميع كنا عمري وقتها في 11 سنة و 12 سنة دخلت البيت فوجدت الغرف مزينة القط العسيري الأرضيات السقوف كذلك الجدران فيها تنوع فضيع طبعا أثارتني هذه الحاجة الألوان والزخارف والفن اللي كانوا يقيمون فيه حين بدأت السيطرة علي الألوان والزخارف بعدها مشيت ولكن ما زالت عالقة في بهن بعد سبع سنوات كذا بديت أبحث كان البحث على مراحل بسيطة يعني ما هو بكثافة قوية يعني فبديت أبحث من بيت في بيت في قريتنا في القرى المجاورة في منطقة عسير بديت أتوسع أكثر فبدأ الشغف يزيدنا وكلما دخلت بيت وجدت الجمال فيه من فن تزادني الشغف أكثر بحيث أني أبحث أكثر واستمرت المسيرة مدة 32 سنة إلى حتى قبل أسبوع وأنا جالس أو أثق هذا الفن ما شاء الله أي نعم يعني إحنا المملكة العربية السعودية تمتاز بتنوعها الثقافي ويعني خلقوا في النقوشات وفي التراث وفي الثقاف بشكل عام أستاذ إبراهيم لكن أنا ودي أعرف بس قبل ما أكمل معاك الحديث هو اسمه القط ولا القط ولا القط العسيري وشلون تنطق بطريقة صحيحة الطريقة الصحيحة اسمه القط القط نعم القط والكلمة وش يعني وش أصلها أو وش لون تت أو كيف قرروا أنهم يسمونها قط عسيري هي اسمها اسمها الحقيقي لا عدة ثلاث مسميات تمام يسمونها القط ومعناها قطة يعني خطة ورسمة والقط هو أساسا هي الثلاث الخطوط العرضية نعم الشكل الكامل ما اسمه القط يأتيك يا خط يا خطين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة خطوط على الجدران تمشي مع الطيق برضه نعم فهذا اسم القطة أما الأشكال الموجودة في العنصر نفسها في الغرف ناس يسمونها الكتبة وفي ناس يسمونها النقش اللي هي المثلثات المربعات يعني القطة العسيري هي بس الخطوط التي تكون متواصلة وهو سمي القطة العسيري باسم المنطقة كاملة أي؟ قطة هي الخطوط والنقش والكتبة العناصر اللي موجودة فوق القط أوكي أي هذا هي المسميات اللي موجودة في منطقة عسير كاملة بجميع محافظاتها سلام نعم وغني يعني القط يعني عكس اللي تشاهدونا في الصور أنا تمعانت فيه ودخلت البيوت ومنطقة عسير فوق الـ 4256 قرية لا يكاد يخلو من بيت في قرية فيها بيت اللي هو فيها من هذا الفرق سلام طيب خلينا كده نتكلم شوي عن مدخل مطار أبها عن الجداريات في مركز الملكة فهد التقافي بالمفتاحة كيف تم اختيارك حتى يعني زي ما يقولوا تحط ريجتك على هذه الأماكن بالنسبة لمطار أبها طبعا كان فيه مسابقة للتراث العمراني في منطقة عسير سلام معارض فنية من ضمنها كذلك الجداريات فتم تقديم تصاميم أعلنوها فأنا من ضمن اللي قدم التصاميم فتم اختيار التصميم اللي نفثته أنه ينفذ في مطار أبها يا سلام نعم من قبل لجنة من هيئة التراث فتم تنفيذها من قبل أنا والفنان محمد شراحيري وكذلك الفنان خالد حنيف كانت الجدارية طولها 24 متر في 4 متر ونفذناها على الشيء اللي يمثل المنطقة بزخارفة وبفنة بحيث أنها تكون واجهة للزاير اللي يحضر للمنطقة عسير أما بالنسبة لي في قرية المفتاحة التشكيلية اجتمعنا مجموعة من الفنانين على أن نضبط واجهات المفتاحة كل فنان يمسك للجدارية ويبحر فيها بأسلوب الفنية يا سلام طلب مني في وقتها من مدير القرية وكذلك كان يوجونا زوار كثيرين خاصة للأجانب يسألون عن القط حبيت أني أعمل نموذج كامل في الجدارية جدارية كاملة هذا هو القط العسيري التي تشتري فيه منطقة عسير ونفذتها في جدارية حدود 12 متر في 4 متر ما شاء الله يمكن فيه سؤال يغتربها لأستاذ إبراهيم بتخلي قبل ما أسألك هذا السؤال نشوف بعض الصور للقط العسيري نبي تعليقك عليها يعني زي هذه مثلا هذه فيها ثلاث ألوان اللي هو الأسود والأحمر والأزرق صحيح هل الألوان بعد لها مستميات أو معنى؟ صحيح طبعا أنا أزودكم بمعلومات ليس فيه ألوان ثابتة في منطقة عسير لون ثابت لهم يعني أشبه زي الفنانين والفنانات كل يضع بصمته ولونه واسلوبه وطريقة توزيعة للا ما فيه يعني نموذج واحد ثابت طبعا أنا جمعت منه فوق الـ 1242 شكل اللي منتشر عند الناس إنه أربعة أو خمسة نماذج لأنه فوق الـ 1200 شكل يختلف عن بعضها كان يرتبونها بطريقتهم الخاصة زي الفنان يضع بصمته يضع اللون لناسبة زي ما تشوفون في الجداريات الموجودة الآن كذلك الألوان الألوان لأن المنطقة تحكم سيد برهيم إذا توافقني الرأي كلام جميل لأن فعلا يعني منطقة عسير معروفة بالمرتفعات والبيئة بشكل عام والخضار والسهول والأنهار فهذا يعني أعتقد أنه كمان يأثر على الفنانين صحيح؟ لا دور كبير البيئة لها دور كبير يعني التنوع اللوني يعني أنا أقدر أسمي منطقة عسير صراع كنس واللي ما يعرف الشيء ده يبحر لا يشاهد يبحث بنفسه ويبحث راح يشوف شيء ما راح يتصوره فالمسميات اللي ذكرتها نعم لها مسميات جماعة أنا من المسميات حدود 48 مسمة طب اذكرنا بعضها وأشكالها أذكر لكم بعضها طبعا المسميات في منطقة عسير للمعلومية ليست ثابتة في المنطقة كاملة يعني أعطيكم المثلث بعضهم يفكر المثلث له تسمية وحدة في 4256 لا من الفنون عندنا زادت المسميات وصار فيه تنوع كبير يعني المثلث ناس يسمونه المحارب محارب نعم وسمي المحارب الله سمي المحارب بسببين في ناس يسمونه المحارب لأنه على شكل محراب المسجد وفي ناس يسمونه المحارب لأنه على شكل الحربة يشبه الحربة ناس يسمونه الجبال لأنه على شكل الجبال في ناس يسمونه البنات وسميت البنات التسمية الحقيقية له أن الفنانة كانت تذهب إلى البيت تقابل أم صاحب البيت أو بناتها أو أخواتها دعابة منها طبعا ترسم المثلث وتقول هذه انتياف الآن وهذه انتياف الآن وهذه انتياف الآن تسمي المثلثات ببنات صاحب البيان يعني من الزمان كانوا هم البنات هم اللي قمون بهذا الألوان مرجال بنسبة أقدر أقول لك 80% هم النساء أقدر أقول لك 20% فيه رجال في محافظات منطقة تأسير طبعا التقيت بهم واجتمعت معهم هم اللي كانوا ينفذونا فعادة الفنون هي عامة للجميع زي ما في القط نجد موجودة في الأبواب القديمة نجدها في المرو طبعا المرو هذا اللي هو حجر الكوارتز يزينون فيه البيوت الحجرية يعني خارج البيت الحجري اللي هو لونها أبيض يسمون المرو نفس العناصر موجودة في المسميات كثيرة التقطيع العمري في الختمة في الأمشاط طبعا سميت الأمشاط لا أنهم كان يقتبسونها من المشط هذه السبب التسمية الحقيقية كذلك الختمة المربع عندنا نسميه ختمة في بعض القرى من الخطأ أن يعمم على المنطقة لأن في قرى ما يسمونها في قرى يسمون الختمة لأنهم كانوا يرسمون الشكل المربع ثم يختمونه اللون الأسود أو الأحمر أو أي لون فهنا معناته أنها ختمة العمل ما شاء الله يعني فن له معلومات كثيرة ومثقافة معينة يعني مو شيء سهل طب لو أسألك السؤال اللي قلت لك أني ودي أسألك هي بس بعد ما نشوف الصور ما تتوقع أنه الآن إحنا عايشين بالتشكيل الرقمي بالدجيتل ممكن ياخذ الأضواء عن فن القط العسيري لما يكون يدوي والله فن الرقمي أنا أعتبر فن مستقل حقيقة والفنون عادة بأي أسلوب تمارسها الرقمي سواء باليد سواء بأي نوع يبقى كل شيء له جماله وله هوايته وله ناسه ولكن من وجهة نظري أنا الهيبة أكثر بالرسمة اليدوي لحد الإنسان ما يخلط اللون ويمارس ويشعر مثلا بالريشة أو بالسكين على القماش لها نكهة خاصة حتى ريحة الألوان أستاذ براهي نعم صحيح لها نكهة يبقى أصالته في الجدران وفي اللوحات يبقى بجماله وفنه كذلك الفن الرقمي لا يستطيع أحد أن يلغيه طبعا يبقى بجماله وبالعكس الساحة كبيرة للجميع تسعى الجميع نعم صحيح أذكر أنه مرة كان عندي طغطية في الجنادرية كنت في منطقة عسير حتى في الجنادرية يعني شكل أجواء تماما يعني إيش من فضيات إيش من مجوهرات إيش طبعا أنه قاعدت أرسم على الجدار اللي هو الفن القطة العسيري وكانت بصراحة جدا ممتعة ومنبهرة بالمشاعر اللي تيجي للإنسان وهو عايش هذه التفاصيل اللي يعني بصراحة إحنا عنا مو مو ألف عليها أريد أن أسألك يعني مع اهتمامك وشغفك من أنت صغير إلى الآن هل كل الأشياء اللي بحثت عنها أو اللي وثقتها هل تفكرك مثلا أنت تأرشفها حافظ عليها نتكلم عن النقوشات المختلفة عن الأبواب عن النوافذ وغيرها أو لا والله أنا حريص يعني أن تتوثق في كتاب لنتخيلي ألف ومائتين واثنين واربعين الشكل من القطة وذكرت قبل لحظات اللي ظاهر أمام المجتمع أربع نماذج فالأفضل أن نظهر أربع نماذج ونقول هذا هو الفن اللي عندنا ولا نعرض لألف ومائتين شكل إيش الفكرة؟ الفكرة جمعتها نعم رتبتها بكل محافظة عندنا بكل اسم قرية جميل مرتبة سواء القط العسيري كذلك عندي الأبواب وثقتها في منطقة عسير كاملة المرو كذلك وثقتها وكلها مرتبة ترتيب أنا أسعى حقيقة أنها تظهر في كتاب في جزء أو جزئين أو ثلاثة في مجلد والهدف منه يظهر للناس يشوفون إيش عندنا من ثقافة يشوفون إيش عندنا من تنوع ثقافي صحيح البيوت والله عندنا غنية في منطقة عسير ولن يعرفها إلا اللي يبحث ويتعمق فيها أو يروح يزورها ويزورها ويشوف التنوع والثقافة كل إمرأة وقتها تشتغل بحد ذاتها هي فنانة مستقلة تضع إحساسها في هذه الجدارية وعسير أحسها من أكثر المناطق يمكن اللي هي إلى الآن متمسكة بأشياء كثيرة يمكن إحنا زمان سنعها لها مئة سنة تقريبا إذا أنا مني بغلطانا أو أكثر من مئة سنة في عمرها عمر الفن هذا وعمر الموروث الثقافي هذا لكن أنا ودي كما نختم معك هذه الفقرة أستاذ إبراهيم نعرف ماذا يعني لك كفنان ومهتم في هذه الثقافة وهذا الموروث الجميل الحراكة الثقافية اللي نحن قاعدين نشوفها اليوم من وزارة الثقافة طبعا مشكورة في الاهتمام في مثل هذه الأماكن الاهتمام بالفنانين توثيقها وحفبها وأيضا توجيهها أو توجيه الفنانين والفنانات التوجيه الصحيح والله أنا حريص لدفعني أني أوثق هذا الفن قبل ما يندثر صراحة لأن أغلب الصور اللي موجودة عندنا موجودكم ما يندثر إن شاء الله لا لا أنا أقصد أنه يبقى في هذه البيوت طبعا طبعا ويكون مزار للجهات المعنية والضيوف يزورون المواقع اللي فيها القط القديم يبقى على أسلوبه فأنا حافظت عليه بالتصوير ووثقته بالتصوير نشكر كذلك وزارة الثقافة حقيقة يعني على مجهودات اللي تقوم في توثيق القط ولا ننسى أنه يعتبر فن عالمي دخل موسوعة جنس نعم صحيح فهذا كان دوري أني حاول أوثق اللي راح راح وهو موجود بالصور واللي بقي فعندنا عدد كبير ما زال موجود إلى العالم أكيد وإحنا ننتظر المزيد والمزيد من هذه الصور من هذه الأعمال أستاذ إبراهيم الألمعي إحنا نشكر لك تواجدك اليوم أكيد نتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا الله يعطيكم العافية ولا هي إنكم وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة الله يعطيكم العافية شاهديني خلونا نطلع هذا الفاصل لكن بعد الفاصل ابقوا معنا لأنه راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو استعادة واجهات أبحر الشمالية في مدينة جدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر